تل العمارنة وأن قامت عن قيام بتغيير العاصمة أتت قبيلة العمارنة وسكنت هناك مدة طويلة شملت قرون وعمروها وبعد أن هاجروا ورجعوا إلى مناطقهم سميت المنطقة باسم تل العمارنة لأن من أرجع الحياة إليها هم قبيلة العمارنة وتل لأنها كانت تلا خراب ولكنها أصبحت تل مجينة تجوز للسكنة وقد تم اكتشاف مجموعة من المقابر في تل العمارنة أهمهم تقع إلى الشمال مثل مقابر مريرع أحمس بنتو ومقبرة العائلة الملكية والتي يعتقد أنها قد تم حفرها للملك وعائلته يتمركز تل العمارنة في دير مواس بمحافظة المينيا في شمال صعيز مصر وتمتد على طول الشاطئ الشرقي للمسافة تقترب من خمسة أميال وتضم تلك المجينة والتي أمر إخناتون بإنشائها قصرين ملكيين القصر الشمالي والقصر الجنوبي معابد أتون الأحياء السكنية من منازل النبلاء وقرية للحراثيين المقبرة الملكية والتي تقع في الشمال الشرقي من المدينة هذا وقد عثر في المدينة على رسائل تل العمارنة برحبا حضراتكم من جديد وزي ما سمعنا التقرير إنه تل العمارنة من الأماكن السياحية اللي يمكن فيها العديد من الأثار لكن بنتكلم على كمان إنه أعرف وطنك هذه الأماكن إمتى إحنا كمصريين هنروح نزورها لأنه بالتأكيد كل اللي بيزور مكان بيبقى خير سفير لهذا المكان بتتكلم عليه بشكل أو بآخر الموضوع بينتشر بين الناس بنعرف قيمتنا التاريخية والسياحية ضيفي وضيف حضراتكم في الفقرة دي أستاذ دكتور عبد الحليم نور الدين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للأثار بصبح على حضرتك وأهلم بيك دكتور أهلم بيك يعني بنسعد دايما بوجودك معنا دكتور عبد شكرا جزيلا لو هنتكلم على تل العمارنة هنقول إيه هي تل العمارنة معلم عالمي عالمي إقليمي ومحلي لابد أن يوضع في دائرة الضوء ولابد أن يقدر كما يجب أن يكون لأنه تل العمارنة تركت بصمة في تاريخ العالمي وفي التاريخ المصري من حيث أنها المكان الذي استهرت فيه أول دعوة للوحدانية في مصر القديمة اللي هي عبادة الإله الواحد أحب بس أقول أنه للأسف الشديد أثارنا في مصر بنسبة نصنفها إلى نوعين أثار في دائرة الضوء اللي هي عليها الضوء الإعلامي وعليها الضوء السياحي دي مقصر وأسوان وسقارة والجيزة وداشور إلى آخره والإسكندرية لكن هناك يعني بلا مبلغة بضع ألاف من الآثار المنسية وأنا كتبت عنها من عاشر سنين سلسلة لمدة ثلاث سنوات من المقالات إذا هي مصر تملك هذه المواقع الأثارية المهمة جدا نيجي بقى لتل العمرنة هي كلمة تل العمرنة تل هي الكلمة العربية تل تأني كوم إشارة إلى أي موقع أثري والعمرنة قبيلة اسمها بني عمران سميت بقبيلة العمرنة أو بني عمران أو إلى أخذ هذه المدينة سميت في النصوص المصرية القديمة أخذ أتون أي أفق أتون الملك نفسه بيحمل الاسم أخ نعم يعني المخلص للإله أتون نعم إنما المدينة أفق أتون هذه المدينة كانت أرضا بكرا اختارها كموقع متميز رجال إخناتون لكي ينتقل من طيبة الدعوة بدأت دعوة الوحدانية بدأت في الأسر اللي هي كانت تسمى طيبة وبدأ كهنة أمون اللي هو الإله المهيمن على الإمبراطورية مصر بتؤمن بتعددية الألهة نعم مئات بل ألاف الألهة فلأنه هربا من اضطهاد كهنة أمون ومترضتهم ليه والقضاء على الدعوة الجديدة اللي هي دعوة رقية جدا خصوصا عندما نقرأ نشيد إخناتون وهو يحاول أن يناجي ربه من وجهة نظري الإله أتون بيقول له يا من عندما تشرق وتبعث الحياة إلى كل الدنيا وعندما تغرب تموت الحياة يا من تنبت البذرة في الأرض يا من تنبت أيضا الجنينة في بطن أمي لا يمكن أن تكون هذه لغة رجل عادي إنما هي لغة واحد مفكر ديني ناسك متعبد والهان بعبداته الجديدة نرجع لتل عمرنا هي دائمة تقرير ذكر هي مركز زير مواس وده من المراكز الشهيرة في المينيا محافظة المينيا وكان يمكن أن تكون من أهم المواقع الأتاريال أنها تقع على نهر البيض ولو أننا تمكننا إن شاء الله قريبا من أن نبدأ الرحلات الميلية اللي ينايل كروزوس كانوا يسمونها تبدأ من القاهرة وتستمر إلى أن تصل إلى أسوان لابد من التوقف عند تل عمرنا إذن من هذا المكان ازدهرت هذه العقيدة الجديدة في أردن بيك بعضا عن مدينة طيبة أنشئت القصور وأنشئت مساكن كبار رجال الدولة وحفرت المقابر في الصخر بالإضافة إلى مقبرة الأسر الملك إحنا نقدر نعمل حاجات كتير جدا بالنسبة لهذه المدينة تعالوا بقى يا مصريين يا عرب يا سائحين أجانب لكي تروا المكان الذي نشأت فيه فكرة الوحدانية نحن لا نتحدث عن نبي وأنما نتحدث عن رجل مفكر ومفكر ديني وصاحب رؤية نحترمها جميعا فنيجي نشوف إخلاتهم ماذا فعل لكي يبرز هذا الدولة هو أراد أن يعبر عن أنه هو الممثل الشخصي لهذا الإله الإله اسمه أتون وأتون يعني قرص الشمس الشمس المتوهجة التي نراها الآن أتون يعني قرص الشمس فالراجل مثل نفسه على صورة تصور الناس أنها تشويه لإخناتون هي مش تشويه البطن ممتلئة والرقبة طويلة والرأس ممتدة إلى الخلف وملامح بدت لبعض الذين لا يعرفون أنها تشويه لهذا الرجل لا هو أراد أن يقول أن إخناتون أن أتون هو الذي خلق نفسه بنفسه بالهيروليف اسمه إيرسو يعني هو الذي خلق نفسه بنفسه هو أراد أن يقول إني أنا ذلك التكسيد البشري لذلك الإله شوف الفكر الذي خلق نفسه بنفسه ولم يخلقه أحد تكسيد بشري لواحد خلق نفسه بنفسه يعني يجمع بين الذكورة والأنوسة في تكوين واحد والمراحل الأولى للاعتراف بوحدنية الإله الواحد مش كده؟ يعني الحقيقة أنا مش عايز استوقفك دكتور عبد الحليم لأنه يعني استرسال حضرتك لمعلومات غزيرة عن هذا المكان لكن هاجي وأروح لأهم المقابر اللي تم اكتشافها في تل العمارة فاضلي فانو هي سلسلة فويلة جزء منها بنسميه السلسلة الشمالية بتقع في منطقة تل العمارة هو الجزء اللي هو الجزء الأقل منقور في الصخر ليست مقابر مبنية ولا مشاهدة ولا شيء من هذا القبيل إنما منقور في الجبل حفاظا على الأجساد لكي تبقى إلى الأبد ثم في منطقة سمع الحجة أنديل جنوبة مجموعة من المقابر والسؤال ده مهم جدا ليه؟ لأنه بين المجموعتين في ذي وادي ضيق عبر تلين أو جبلين بيصل بنا إلى المقبرة التي نتصور بأنه إخناتون وأسرته لأنه لا نعرف كيف كانت نهاية إخناتون ولا كيف كانت نهاية الملك الرائعة الشهيرة في العالم كله نفرتيتي نفرتيتي هي دوجة إخناتون فلدينا مقابر لكبار رجال الدولة في الشمال ومقابر لكبار رجال الدولة في الجنوب ومنتصف في المقبرة الملكية لم نعطر فيها على شيء إنما عطرنا على مناظر تؤكد أنها تنتمي إلى الملكة لأنها على نفس تخطيط مقابر ودي المدود في نقطة مهمة جداً آخر مقبرة رقب 25 اسمها مقبرة E أو I كما نسميه ده الملك اللي حكم بعد تطعى انقامون يعني حضايك لما تزور مقبرة تطعى انقامون في الأسرة تلاقي اللي بيقوم له بالتقوص هو هذا الشخص الذي أصبح ملكا فيه بعد المقبرة دي محدش واخب بال إن دي فيها أجمل نشيد في الدنيا نشيد نشيد إخناتون النشيد الذي يناجي فيه ربه ويتحدث عن الوحدانية ويتحدث عن الفكر الديني اللي هو أنا أشرت إلى جزء منه في البداية نعم نعم فإحنا المقبرة 25 دي لابد أن نسلط عليها الأضواء لابد أن نسلط الأضواء على المقبرة منها كريم لابد أنه هي أس الدخول في تفكير ناسي كانت بتفكر إزاي الوصول زي ما حضرتك قلت أنه كان يعني عابد وكان متفكر في أمور الدين لكن حضرتك في داية كلامك دكتورة الحريم أسمتلي الأثار المصرية جزئين جزء داخل في دائرة الدور منسي تماماً عايز أضيف كمان أنه منسي مش منسي إعلامياً فقط ولكن منسي خدمياً كمان يعني لا يوجد به أي نوع من أنواع الخدمات بحيث أنه لو أنا سائح أو زائر للمكان دوت هروح هعمل إيه؟ الناس يقولك أنت جايبنا في الصحراء إحنا هنشوف إيه؟ وخلاص على كده رغم أن النظرة دي نظرة ضيقة جداً وخاطئة جداً يا دكتور شايف الدولة بتتحرك إزاي في التركة؟ هي منذ زمن الطويل والحقيقة هي التأثار التي شرفت برئاسات المخرفين ثم أصبحت فيها بعد مجلس أهل أثارتهم بتحاول أن تحاول أن تحاول تحاول السياحة وخصوصاً الزيارة للسياحة أنت بزاهر لابد أن تكون البيئة المحيطة المستفيدة من السياحة صحيح فكان في مراكب وكان في زيارات سياحية تيجي على الطريق البري تقبل الجانب الآخر عشان تزور المنطقة نحن بحاجة إلى مواسطات أفضل نقل أفضل في الآن طريق بري لكن لابد أن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يتصل إليه أنا عاوز أهيأ القضية مش أن أنا عندي هرم القضية هل هيأت الهرم بالزيارات السياحية؟ صحيح هل أيضاً أبدايت اهتماماً بالمعنى بأمر الهرم؟ سواء كان حارس أو المهندس أو الأثري يعني هي القضية متكاملة أنت تهتم بالأثر والإنسان المسؤول على الأثر تهتم بالأثر وبالسياحة هل هناك تنسيق كامل؟ كم منا بيعمل في مجال السياحة؟ أو حتى في مجال الثقافة العامة يعرف المكان اللي حواكب هدأت بي دا مكان رائع جداً مين اللي سألت واحد تطلع أمرنا؟ مش حيارة مش حيارة لن يعرف أنه دي المدينة اللي هزت دا قيل أن المزمور مية واربعة من مزامير النبي داود نعم والد سيدنا سليمان عليه السلام تأثر بنشيد إحناتهم يعني نحن أصحاب فكري ديني انتشر في كل العالم بل انتشر في الديانات السماوية بشكل أو بآخر وحتى لو قارننا بعض مبابئ وأخلاقيات ومثل دين الأديان المصريين القدماء هنجدها موجودة في كتبنا السماوية في اليهودية في المسيحية في الإسلام فنحن بحاجة إلى تهيئة سياحية نحن بحاجة إلى تهيئة أثرية نحن بحاجة إلى ترميم مستمر نحن بحاجة إلى مراكز ثقافية لتلقي الضوء على ما هي تل العمرنا ومن هو هذا الملك الذي هدى الدنيا بأكمالها اللي هو الملك إحناتون ومن هي الملكة اللي لو حضاك زرط مطحف الاشطاط في برلين اللي كانت الجزء الغربي من برلين اللي الدنيا بتلف حواليها كده اللي هي نفرتيتي نفرتيتي يعني الجميلة قادمة ده معناها لما تشوف حضرتك هذا المطحف وهذا تمثال بيلفه بالراحة وبيهدوء دون أن تسمع صوتا وكأنهم يطوفون بالكعبة بهدوء وتركيز في التفاصيل ولا يمكن لأحد يدوب يتنفس يعني أنا حبيت أمر بالمتحب هل دي بتبقى تعليمية داخل المتحب ولا دي بتبقى حاجة داخلية وتعبير عن التحضر والاحترام هم متحضرون ويحترمون بكلمة الأثر ورأس لي في رتيتي هتلر كان يهتم بها تماما شديدا لدرجة لما قامت الحرب العربية الثانية أخفاها في أحد الكهور في الجبل حتى لا تتعرض لسوق ودي الرأس اللي احنا كل شوية عايزين نقول آه خرجت 2013 خرجت دون علمنا لكن هي خير وسفير اللي انا في كل مكان فإحنا تكون وليفرسيتي منظومة يعني حضرتك في طيات كلامك كده دكتور عبد الحليم بعت رسالة قوية جدا انه قد ايه الناس اللي برا بتحترم هذه الأثار وبتحترم هذا التاريخ وإحنا في مصر ما عندناش أولا نملك هذه الثقافة مش كده؟ طبعا الرسالة دي في تكوين المصري وإحنا بنبدأ جمهورية جديدة وبنبني مصر جديدة شايفها تبقى سي في جزء تتحملوا الدولة وجزء يتحملوا الشعب الشعب أولا بيقولك أعطين الخبز أولا سوما حدثنا في السفرات ما تقدرش تقولي يروح السينما وروح لقصر وروح أسوأ وجملة ما تقدرش تختلف معايا عليها لا تجادل فيها صحيح الأمر آخر الدولة ممثلة في كل أجهد وأنا على فكرة وضعت أكثر من ده أيام المنافسة على الرئاسة للمرشحين للرئيس السيسي ومنافس الرئيس السيسي في هذا الأمر عشان نقول لهم ضعوا نوع من الأولوية لأثار مصر أثار مصر تقدر تجيب لنا كنوز تجيب لنا ذهب المصدر الثالث من مصادر الداخل القومي لغاية عشر سنين مضت كانت السياحة التي تعتمد على الأثار وتعتمد جزئيا على السياحة التنفحية فإحنا عايزين نقول الشعب المصري نرجو أنك خصوصا انتشر الظاهرة السرقات والحفر فاحت البيوت وتوصيل الأنفاق أنا فاكد أنه يعني كلا المرشحين حاول أن يلتقي الرئيس السيسي والأستاذ حمدين به بعض الأثاريين أو بعض المرشيدين السياحين لكن عاوزين الأمر يستمر في ظل كل المشاغل أنت بتدور على موارد اقتصادية أنت أو السياحة صحيح دكتور تفتكر أنه المفترض أنه مساء رئيس في أحد لقاءاته في برنامجه الانتخابي أكد قوي على التعليق تفتكر لو الناشئ الجديد والطلابنا راحوا تعلموا التاريخ بدل ما بياخدوه الفصل بشكل تلقيني لو تعلموه ده في الأماكن اللي هي موجودة اللي هي صاحبة التاريخ المواقع الحقيقية في الدريل السكر ده حيفرق كتير في ثقافة بناء هذا الطالب وهذا الشباب هي ممزومة متكاملة لو انتزعت منها حلقة بينفرط العقل احنا محتاجين طبعا لما تصل الظروف الأمنية إلى أفضل صورة ممكنة يعني احنا أحيانا بنوقف بعض السيارات الميدانية لبعض المناطق الأثارية الوحاد المينيا من ضمنها ما عرفش ايه عشان الظروف الأمنية لكن نحن بحاجة إلى السياحة الاقتصادية والتثقيف الاقتصادي اللي ولدنا في المدارس زي ما كون زي الزمان واحنا بندرس كنا بنروح في الأطر والأطر زي قطارات البضاعة عن ذاك وكنا بنتنقل فيها من القاهرة إلى الأقصر يعني الكل لابد أن يعمل إذا كنا مدركين أن الأثار هي ثقافة الماضي واحنا بنمارس دوقتي ثقافة الحاضر ومدركين أن المردود المادى للأثار مهم جدا وأساسي جدا يبقى يعني بقوناشد مرة أخرى الرئيس وزميلي ودير الأثار أن احنا نهتم بالأثار شوية صحيح يعني كلمتين ثلاثة من رئيس الجمهورية خمس كلمات في مناسبة بعينها في لقاء ببعض علماء الأثار وبعض الخبراء في السياحة يعني أعتقد أنه جولة سيد الرئيس في روسيا الأخيرة وجود مليون سائح روسي فتحت الباب والروس فتحت الباب لكن أنا عايز أتكلم مع حضرتك من خلال متابعاتي ومشاهداتي لما بروح مثلا شرم الشيخ بروح الغرداء ودول أعتقد أن المادنتين اللي أشهر عالميا دلوقتي لكن موجود هارجع لموضوعنا تل زي تل العمارنة في لقصر وأسوان اللي غابت شوية عن الساحة العالمية الأهرامات الجيزة ما بقيناش بنشوف عدد السائحين اللي إحنا كنا بنتفرج عليهم قول مطحف المصري المطقة المطقة الجيزة دي يا دكتور يعني كانت بتعجب الأوتوبسات السياحية الضخمة عشان يروح يشوفوا الأهرامات بس الكلام ده لو إحنا عدنا مرة تانية عملية تسويق إعلاني وإعلامي في المنطقة شايف إنه ده محتاج وزارة خاصة شايف إنه محتاج إدارة خاصة بهذا الموضوع ولا الناس اللي قائمين عليه بيشتغلوا بشكل كويس أنا بتصور لسنا بحاجة على مديد من الوزارات لأنها بتشكل عبء على ميزانية الدولة بس يتم أمر مهم جدا التنسيق بين الوزارتين مش بس السياحة أو الآثار والسياحة إنما الآثار والسياحة والإعلام والحب محلي والبيئة والثقافة تنسق بين كل هذه اللي أنا دي بسميها الجهات المعنية بأمر الآثار في مصر لو نسقنا الأمر حيخرج خارج إطار شرم الشيخ وطابة ودهب ونويب منتجات شاطئية وسياحة ترفيه لكننا حاوزا إن الناس بقى للوحات أنقل للناس لإسكندري أنقل للناس لرشيد أنقل للناس لوادي النطرون أنقل للناس لكل الأديرة موجودة في البحر الأحمر وفي سهاج أنقل للناس لمنطقة مصر القديمة اللي هي مجمع الأديان السماوية فيها أقدم معبد يهودي أقدم كنيسة نسيحية أقدم جامع للإسلام لازم كلنا نبذل هل بقى لسه الوقت غير مناسب بعد لكي نبدأ؟ أنا بتصور أنه شايف أن الرئيس بيبدأ بيتحرك في خطوط متوازية ومتوازنة تمنا نتحرك بقى كمان في مجال أنا في حديث مؤخراً بحواك سمحت لي تخوفت شوية من مشروع خناة السويس هل هيختارك الأثار ولا؟ أنا رئيس هيئة كان لها تجارب صعبة جداً طرعت السلام التي اخترقت سيناء دمرت بعض المواقع الأثارية نفق الأزهر دمر فتاني يوم حصل لقاء مع ودير الأثار وجرت طمأنة بصفة أنا رئيس الاتحاد الأثاريين المصريين أريد أن أقول حضراتك كان معي لقاء أمس مع أحد القائمين بفكرة مشروع بناء مدحف كامل على دفاف خناة السويس وبحيث أنه يكون بالصوت والضوء والمراكب والترانزيت للعبولين والترانزيت والعاملين ده كان موجود في مطال القاهرة يعني طر الحقيقة اللقاء مع حضرتك ممتع وحاولنا بشكل أو بآخر أن احنا نرفي الضوء على جزء مهم وأثر مهم من أثرنا المصرية نتمنى المرحلة اللي جاية يكون فيه اهتمام بالأثار ولدنا لو أخذناهم وروحنا إلى أماكن دي هتفرق كتير جداً فينا احنا شخصياً وفي أبنائنا اللي هما أمل الغد بإذن الله شكراً جزيلاً شكراً